اشتركوا في القناة الاغار التي كانت تستغرق من سنة إلى سنوات لتهطل أصوحت تنزل في وقت وجيز لا يتعدى اليوم الواحد مسببة إغراق كل ما يأتي في طريقها وفيروس شانيع يهدد الصين والعالم بكارثة بشرية كبيرة فبعد أن عزلت الصين أكثر من خمسة ملايين مسلم من الإيغور واعتقلتهم ونكلت بهم وأخذت أطفالهم ووضعتهم في دار الأيتام لتغيير هوياتهم ومنعتهم من تأدية العبادات ومن إقامة الشعائر ومنعتهم من قراءة القرآن ومن دخول المساجد وغيرها فقد قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اليوم العالم كله يعزل الصين بسبب فيروس كورونا القاتل خوفا من العدوى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فالله جل وعلا حافظ لدينه حافظ للمسلمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرها الكافرون فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري فإنما الجزاء من جنس العمل فإذا استهانوا بالمسلمين ولم يكن هناك من ينصر هؤلاء المسلمين المستضعفين فاعلم أن سلطان الله المبين هو الذي يتدخل فكانوا يقولون لهم أين ربكم الذي تدعونه أين هو الآن فسلط الله عليهم جل وعلا جندا من جنوده لما سألوا أين ربكم في حمايتكم وما يعلم جنود ربك إلا هو ويدل على ذلك الحديث الآخر ومن تشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمتهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وحينها يصرخ الرئيس الصيني أمام قدرة ملك الملوك ورب الأرباب فقال انتشار فيروس كورونا في تصارع والبلد يواجه وضعا خطيرا وليس معنى ذلك أن نتمنى الموت للناس أو أن نتشفى فيهم معاذ الله نحن لا نتمنى لإنسان نوقوع الضرر عليه ما لم يعتد على المسلمين أبدا لكن من اعتدى على المسلمين فنحن ندعو الله عليه وهذا من باب إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وبالقراءة في الواقع الإسلامي والتاريخ الإسلامي نجد أنه ثم ممارسات كثيرة على المسلمين على تباين هذه العهود ولأن أعداء المسلمين لم يقرأوا التاريخ ولو قرأوا التاريخ لعلموا أنهم حينما يحاربون المستضعفين ويقهرون المستضعفين أنهم في حرب مع رب العالمين بدليل أين أصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم أيها المشاهدة كيف فعل ربك بأبرهة الحبشي وجيشه الذي أراد به تدمير الكعبة المباركة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل الله ما دبروه من شر في إبطال وتضيع وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وتقذفهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم كعصف مأكول وحطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصب ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم تنظر إلى القرامطة وما فعلوه بالمسلمين يوم التروية بغارة على مكة والناس محرمون وكيف انتقم الله منهم عند اجتماع الحجاج من كل مكان استعدادا لأداء فريضة الحج وأظهر القرامطة أنهم محرمون ونادوا بالتلبية ولما دخل وتمكن وسكن الناس أخرجوا سيوفهم وذبحوا في يوم واحد ثلاثين ألف حاج ومصل داخل المسجد الحرام ثم وقف ونادى كبيرهم يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا وأمر بعد ذلك أن يهدم مكان الحجر الأسود وضرب بفأسه الحجر الأسود فانكسر شقين فقالوا فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا لأن حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا وإنا تركنا بين زمزم والصفا جبابر لا تبغي سوى ربها ربا ألم تنظر إلى انتقام الله لكل من يؤذي المسلمين فنحن لا نتشمت في أحد بل ندعو الله أن يتعظوا من هذا وأن يروا النور بأعينهم وأن يعلموا أن دين الإسلام هو خير الأديان فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا ومن الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أمراض ويقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى